قاله سيادة الوزير النهاردة قال ايه سيادة الوزير قال يا جماعة واحد جاي ياخد فلوس يبقى اكيد لازم يشتغل كرئيس للجنة الحكام ويطور الموضوع ويعمل كل حاجة ويبقى هو اللي في ايدي كل حاجة ويجاي ياخد فلوس شكرا يا سيادة الوزير ان حضرتك فاهمتنا اللي محدش تاني عايز يفاهمه لنا طيب هنكمل كلامنا في هذا الامر ولكن خلينا نروح لمقر اقامة النادي الاهلي في فندق برج العرب وزاملنا فاروق صلاح ازاك فاروق برحب بك كابتن اسلام وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل احنا هنا في مقر اقامة فريق النادي الاهلي وطبعا اخر استعدادات النادي الاهلي طبعا بعد ما اغلق صفحة الامس والفوز على فريق الاتحاد السكندري بدأ الاستعداد لمباراة المصر اللي تكون يوم الاربعاء القادم ايضا على استاد الجيش ببرج العرب مباراة مهمة ووحدة من المباراة الصعبة جدا طبعا في الظروف كتير جدا النادي الاهلي بيخوف بيها هذا اللقاء يا كابتن اسلام تمام والله المنظر وراك حلوه هو لطيف جدا وحاجة لطيفة جدا يعني برضو النهاردة قلنا اخر استعدادات النادي الاهلي طبعا مباراة النادي الاهلي خلال هذه الفترة مباراة مطلحقة كل ثلاث يام مباراة سمعنا مبرع في المؤتمر الصحفي سواري شواء بيتكلم عن هذا الامر يعني شرح لنا بقى الدنيا ماشية ازاي الامور ماشية ازاي تمرينا ماشية ازاي كل حاجة يعني خليني اخد المشهد من البداية يا كابتن اسلام وهو بالامس بعد الانتهاء مباراة الاهلي والاتحاد السكندري وفوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد بثلاثة اهداف مقابل لشيء ومستر ريكاردوس واريش في المؤتمر الصحفي طبعا اشد باللعبين واتكلم على المباراة شكر ادارة النادي او ملعب مسئولي ملعب الجيش ببرج العرب واشد بارضية الملعب وعايز اقولك ان واحد من الافضل ملعب اللي شفناها مؤخرا في الفترة الاخيرة تعديلات كتير تمت على ارض الملعب لقت استحسان مستر ريكاردوس واريش اللي اشد بهذا الامر طبعا اتكلم على سياسة الدفع بالنشئين وقال اننا موجودين علشان احقق مصالح النادي الاهلي واستراتيجية النادي الاهلي لكن هذا الامر لا يقلل من ابدا من النجوم الكبار اللي غائبين عن المباراة وقال ان النادي الاهلي خلال السنوات الماضية قبل ما تولى المهمة عارف كل لعب في النادي الاهلي لعب قد ايه وان النادي الاهلي ثلاث سنوات متصلة يخوض البطولات سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي وعدد الاصابات وعدد الاجهاد اللي فيه لعب النادي الاهلي انا بشكرهم لانهم جزء وشريك اساسي فيه اي انتصار لنا لاننا كفريق عمل واحد وقال مش عايز الجماهير تبالج شوية فيه النشئين انا بقف على حقيقة مستوى اللاعبين اللي هنقدر نكون موجودين معنا من قطاع موجود بيساند وبيدعم النادي الاهلي وقال يعني جوه النادي الاهلي انا قبل ما يجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي لا يعترف بالاحصائيات والارقام فقط يعترف بيه البطولات وقال ان عارف ان المنافسة صعبة لكن انا هكون مستمر وعند الامل ان احنا نلعب لاخر نفس زي ما بيقولوا واتمنى ان احنا نستمر فيه الاداة الجاية خلال الفترة القادمة اتكلم طبعا ان قال خلال 36 يوم احنا لعبنا 12 مباركة ودوركم كبير جدا مستر ريكاردو سواريش اتكلم على هذا الامر بعد طبعا المؤتمر الصحفي هو عودة اللاعبين الى مقر الاقامة اللي بيبعد عن ملعب المباراة بعشر دقايق بدأ خلاص الاستعداد للمباراة المصري النهاردة طبعا كان الفريق الدمران والاساسي على الملعب داخل مقر اقامة الفريق انطلق المران في تمام الساعة الخامسة والنصف طبعا كان فيه جانب استشفائي او ركافري للمجموعة اللي شاركت فيه المباراة بالامس بعض الجوانب الخططية اشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش مع اللعبة اللي مشاركتش في لقاء الامس ايضا معهم مجموعة من اللعبين الناشئين وزيما حضرتك عارف كابتن اسلام سياسة الدفع بالناشئين ان هو مستر ريكاردو سواريش يتكلم عليها ايضا بالامس وقال ان خففته الضغوط عنه وخففته الضغوط عن اللعبين وقال هيكونوا هم امتدادوا ان شاء الله ويكونوا اضافة ودعم لنا في امور كتير جدا طبعا مستر ريكاردو سواريش اشتغل عليها في الجانب الخططي مع اللعبين وبيحاول يرفع الضغوط ايضا عن اللعبة اللي مشاركتش فيه اللقاء للامس وان هو يدي فرصة يعني شوفنا نهارده اشتغل على جانب خاص مع اللعب علي عمر لعب فريق النادي اللي موليد الفين واثنين وايضا محمد احمد شرقية اللعيب واحمد سيد عبد النبي نهارده شوفناهم فيه التأسيمة بظهروا بشكل اكثر من رائع مستر ريكاردو سواريش ايضا اشتغل مع صلاح محسن برستان وميكي سوني حاول يستغل كل الاوراق ويشتغل مع كل الاوراق يعني بعد المرانة كابتن اسلام كان ليه واقفة مع الدكتور احمد ابو عابلة وانا عارف طبعا اكابتن اسلام انت دايما تبعي استطاب من جماهير النادي الاهلي على الناحية الطبية واصابات وغيابات النادي الاهلي يعني اقدر اقول لك ان من اللقاءنا مع الدكتور احمد ابو عابلة بأكدلك ان احمد عبدالقادر واحمد نبيل كوكا هينضموا لتدريبات الاهلي الجماعية عقب العودة ان شاء الله من الاسكندرية وانتهاء مباراة المصري ومن الاخبار الصر ايضا يا كابتن اسلام اكرم توفيق خلاص يعني ان شاء الله مع العودة من الاسكندرية ايضا هيشارك في التدريب كامل يعني انت عارف ان يا كابتن اسلام بعد اصابة الارباط الصليبي وبرنامج التقيل اللي تم وضعه لأكرم توفيق ودخل للتدريبات الجماعية كان بيشارك في اجزاء من التدريبات لكن انا يعني الدكتور احمد اكدنا ان هو خلاص بيشارك في التدريب بصورة شبه كاملة ان شاء الله طبعا الجهاز الفني يختار الوقت المناسب اللي اكرم توفيق يكون موجود فيه في الارض الملعب يتمنى له السلامة ايضا بطمنك على طاهر محمد طاهر ان شاء الله كابتن اسلام هيكون خلال الاسبوعين موجود في التدريبات الجماعية وانا موجود مع الكابتن مع الدكتور احمد ابو عبلا كان اتصال تم ما بينه وما بين حسين الشحات طبعا واكده ان وصوله اليوم الى القاهرة بعد اجراحة الغدروف والاطمئنان على اللعب حسين الشحات اللي خلاص يبدأ ايضا فيه البرنامج التأهيل الموضوع لحسين الشحات لكن ان شاء الله يبقى موجود مع فارين نادل اهل ان شاء الله مع انطلاق طبعا الموسم الجديد او بداية فترة الاعداد للموسم الجديد الاجواء هنا يا كابتن اسلام تعرف طبعا اللعيبة للناشئين بقى عندها الثقة دور كابتن النادي اللي واحد حضرتك واحد من كابتن والعيبة للنادي الالي اللي اكيد عارف مدى احتضان اللعيبة الكبار لناشئة النادي الالي سواء كابتن رامي ربيعة محمود من تولي تشوف اللعيبة وتعليماته او نصايحه دايما اللي بقولها للعبين ما تحسش ان فيه اللعيبة الناشئين يا كابتن اسلام تحسهمش للنادي الالي وده امر طبعا بيميز النادي الاهلي عايز بارده قول لحضرتك ان كواليس اليوم او غدا بازن الله للنادي الالي هيكون يوم للنادي الالي هيتناول اللعبون وجبة الافطار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الثانية والنصف زهرة هيكون في محاضرة فيديو المصدر ريكاردو سوارش مع اللعبيين في تمام الساعة الخامسة ثم انطلاق المراني الاخير للنادي الالي يكون في تمام الساعة الخامسة والنصف اللي أيضا بيقام هنا على الملاعب الموجودة فيه فندق الإقامة بالنادي الأهلي بالأمس يا كابتن إسلام مستر روي فيتوريا أثنى على لعيبة النادي الأهلي وأشياء ببعض اللاعبين كان موجود بيتابع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وأيضا تفقد مقر إقامة النادي الأهلي وشاف الملاعب وأثنى أيضا على مقر الإقامة اللي بيقيم في النادي الأهلي والملاعب ويعني بيضع هذا المكان واحد من الأماكن اللي يقدر خلال الفترة القادمة أن يكون أحد الأماكن اللي يقدر يستعين بها تكون فيها معسكر للمنتخب المصري بإذن الله طبعا اللي اتمنى له التوفيق فيه مهمته مع المنتخب المصري طبعا أنا موجود معك يا كابتن إسلام لو فيها هي استفسارة وهي تزاون لا استفسارة بقى ما انت قلت كل حاجة أنا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معنا شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي يوم الأربع زي ما حضراتكم عارفين مباراة مهمة مباراة كبيرة إن شاء الله للنادي الأهلي قبل بس ما